الثاني العلم بالتجويد على الأمة هل هو ألف فرض عين ولا سنة مؤكدة ولا فرض كفاية ولا سنة غير مؤكدة لا العلم بالتجويد كما قلت ليس مطلوبا من سواد الأعظم للمسلمين أو السواد الأعظم للمسلمين أن يتفرغوا لدراسة علم التجويد إنما هي طائفة فقط تتفق فيه ثم تعلم غيرها فالعلم به فرض عين فرض كفاية مكتوب عندي فرض عين ولا سنة مؤكدة ولا فرض كفاية ولا سنة غير مؤكدة طبعا الفرض كفاية طيب الأول السؤال تغير وقال العمل بالتجد على الأمة العمل بالتجد بأن نختار ألف فرض عين قال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك وثيابك فطبعا وثيابك فطهر يبا إذن الآية هنا عبارة عن تسميع شوفك حافظ ولا محافظ يا أيها المدثر يا أيها المغطى ببردته المشتمل به قد انتهى وقت النو وانتهى وقت الراحة فقم يا محمد عليه الصلاة والسلام فأنذر وربك فكبر وبلغ رسالة ربك يبا التكملة الصحيح للآية هي وثيابك فطهر طيب طبعا هذه الصورة صورة المدثر ثيابك فطهر ما المقصود بها قيل ثيابك فطهر أي لا تلبث ثيابك على معصية وقال بعضهم بعض المفسرين أي من الذنوب من الإثم طهر ثيابك من الذنوب من الإثم وقيل يعني لا تلبث ثيابك من مكسب غير طيب ما تلبث ثيابك فطهر وقيل يعني أصلح عملك ثيابك فطهر كناية عن إصلاح العمل وقيل يعني ثيابك فطهر يعني غسلها بالماء ما تلبش علىها نجاسة وقيل ثيابك فطهر أي طهر قلبك كلها معاني جاءت وردت عن المفسرين السؤال الثالث قال تعالى والتين والزيتون وطوري نكمل الكلمة التالية هي سينين ولا سينين اللي أرغم باء ولا جيم يجوز الوجهان وحذف الياء أو لا ولا يجوز الوجهان وإثبت الياء أو لا وصح طبعا وطوري سينين باء هي الإجابة الصحيحة باء هي الإجابة الصحيحة وسينين ما أخذ من سيناء هو جبل الطور في سيناء في أقصى الشمال الشرقي لمصر الذي كلم الله تبارك وتعالى كلم الله تبارك وتعالى سيدنا موسى في هذا الجبل جبل الطور السؤال الخامس قال تعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم الآية التالية لهتين الآيتين هي هي أي وإذا الجبال سيرت ولا وإذا البحار سجرت واللجيم وإذا العشار عطلت ولا دالو إذا الوحش حشرت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت باء الإجابة الصحيحة هي وإذا الجبال سجرت بعدها وإذا العشار عطلت بعدها اليدان وإذا الوحوش حشرت بعدها وإذا البحار سجرت السؤال للسادس قال تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا الآية التالية للآيتين السابقتين هي هي الآية إيه اختري والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحة السابحات السبحة دي كلها أوصف للملائكة أوصف للملائكة الموكلة بقبض الأرواح والنازعات غرقا والناشطات نشطا إيبا نشطات وصف للملائكة والسابحات سبحة إيبا ألف الإجابة الصحيحة فالسابقات سبقة فالمدبرات أمر أما فالفارقات فرقة ليست في سورة النازعات إنما في سورة حد جوب في سورة المرسلات قال تعالى والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا إيبا ألفوا بقوا جيم تبع سورة النازعات بس التكملة الصحيحة بعد والناشطات نشطة هي والسابحات سبحة أما الفارقات فرقة كما قلت فهي في سورة المرسلات السؤال السابح قال تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب أول السورة يقول حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب أي مما يلي هو الضبط الصحيح ذي الطول والذي الطول والذي الطول والذي الطول أو ذي الطول طبعا الضبط الصحيح هو ذي الطول ذي الطا الطا على شدة وفتحة والو سكنة سمى هذا الحرف لين عشان قبله مفتوح تمامي بذي اللي جاب الصحيح تسألني ما معنى ذي الطول أو ذي الطول ذي الطول لا إله إلا هو ذي الطول معنى هي يعني ذي الخير الكثير الله تبارك وتعالى أو ذي المن المنى العظيمة التي امتنى الله تبارك وتعالى بها علينا أو ذي النعم الفضائل هذا معنى ذي الطول السؤال رقم ثمانية مما جاء في القرآن الكريم عن المشركين صدهم عن الصلاة وبخص حقوق الآخرين السور التي ورد فيها ذلك على الترتيب هي هو يرد على الترتيب مكتوب العلق البينة واللباء العلق البروج واللجيم البينة والبروج واللدال العلق والمطففين طبعا هنا لا يمكن أن يجيب إلا بدليل إلا بدليل بنص إلا بنص لما ربنا يقول في صورة العلق أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى كان بينها النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في جو في الكعبة أرأيت الذي ينهى أبو جاهل ومن لف لفه واعتصب في حباله من المشركين والمجرمين أرأيت الذي ينهى أعبدا إذا صلى يبا إذا هذه الصورة نزلت في أبي جهل المجرم الذي كان يصد النبي عن الصلاة يبا إذا هو يقول على الترتيب عاوز أول يبا إذا اللي عندي العلق تمام معي يبا أول واحد عندي سورة العلق بس يبا إذا كنتم عندي العلق موجودة فين موجودة في ألف وباء وجي يبا إذا كده محددتش صدهم عن الصلاة سورة العلق صح هذه صحيحة طيب تمام كده طيب والثانية بقس حقوق الآخرين قال الله تبارك وتعالى في سورة المطفين ويلوا للمطففين الذين يكتالوا على الناس يستوفون يعني لما يغدوا من الناس ويشتروا من الناس يطففهم يغدوا أكثر وإذا كالوهم بعلهم أو وزنوهم يخسروا يعني ينقصوا في الميزان فهذا بخس لحقوق الآخرين إذا صورة الإيه صورة البروج تمام معي إبا العلق والبروج إذن الإجابة الصحيحة هي رقم هي رقم إيه الإجابة الصحيحة هي رقم هي رقم باء الإجابة الصحيحة هي رقم باء نمسح بقى هذا الكلام المكتوب الأول الإجابة الصحيحة هي رقم باء معذرة هي رقم دال العلق والمطففين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يغسرون العلق رأيت الذي ينهى إذن هي رقم دال العلق والمطففين عذر إحنا تعجلنا وقلنا البرج العلق والمطففين طبعا بدليل إيه الدليل؟ الآيات رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى هذه في العلق ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون فيهم في المطففين إذن الجابة الصحيحة هي رقم دال السؤال رقم تسعة قال تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون الآية التالية لهتين هي قول الله تبارك وتعالى هل ألف والذين يصدقون بيوم الدين واللباء والذين في أموالهم حق معلوم واللجيم والذين هم للزكاة فاعلون واللدال والذين هم لفروجهم حافظون الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم إذا باء هي الإجابة الصحيحة إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعة سورة المعارج وإذا مسه الخير منوعة إلا المصلين ما لهم؟ الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم والذين في أموالهم حق معلوم إذا الإجابة الصحيحة هي رقمي هي رقم باء طبعا فيها أيضا والذين هم لفروجهم حافظون أما لأيت هذه سورة المؤمنون قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغوي معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلى آخره إذا الإجابة الصحيحة هي رقم باء السؤال رقم عشرة قال تعالى إذا البحار سجرت والسؤال ذا يعني آيات متشبحة جايب آيات متشبحة قال تعالى إذا البحار سجرت وقال تعالى إذا البحار فجرت الآيتان على الترتيف في سورة إيه هل الإنفطار والتكوير واللباء التكوير والإنفطار واللجيم الأعلى والانشقاق واللدال الانشقاق والتكوير طبعا إجابة الصحيحة هي رقم باء التكوير والإنفطار طيب ما دليلك قال الله تبارك وتعالى قال تعالى قال تعالى إذا الشمس كورت نجيب التكوير الأول إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت أيها التكوير صح طيب نجيب سورة الانفطار قال تعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت يبقى كلامنا صحيح يبقى إذا البحار سجرت في التكوير أما إذا البحار فجرت في الانفطار قال الله تبارك تعالى طبعا في صورة الشعراء قالوا إنما أنت من المسحرين هو طبعا جبهة في قياس مش مضبوطة أيها طرق أقرأها بفتح الحاء المساحرين ولا بتسكين الحاء المسحرين ولا بكسر الحاء المسحرين ولا بشدة وفتحة على الحاء المسحرين إيبا الإجابة الصحيحة يا رقم دا المسحرين إيبا با هي الإجابة دال هي الإجابة الصحيحة شدة وفتحة على الحاء طيب تسألوا يعني المسحرين قيل طبعا هم بيصفوا النبع والصلاة قالوا إنما أنت يا محمد من المسحرين قيل من المسحورين هذا واحد وقيل من المخلوقين المسحرين بمعنى المخلوقين وقيل أي المغلوب على عقولهم بكثرة